السلام عليكم يا بش مهندسين معاكم بش مهندس محمد رجب اهلا بيكم في الانتوردكشن لبرنامج انيرجي بلان هنبدأ نشرح في التوتوريال اللي جاية البرنامج بيشتغل ازاي ازاي نقدر نتعامل معاها ازاي نقدر ندخل الديموند بتاعنا ازاي نقدر نضيف السابلاي يونت ازاي نقدر نعمل بلانسينج ما بين الديموند والسبلاي ازاي نقدر ندخل الكوست في البرنامج ففي البداية كده خلونا نشرح البرنامج هو عبارة عن ايه برنامج انيرجي بلان من اسمه بيعملك بلان لمصادر الطاقة اللي عندك في الدولة او المدينة فهو كبرنامج بيشتغل اصلا على سكيل كبير لدول زي الصين او امريكا وممكن توصل لحاجات اكبر من كده زي الاتحاد الاوروبي وده هتلاحظها في الوحدات اللي موجودة في البرنامج ان هي اغلبها شغالة بالتراوات فهو بيشتغل على سكيل كبير هتلاقي برضو زي ما انتشايفين في الفولو تشارت اللي قدامكو دي هو بيبقى هتطلق كل الكمبوننت او الريسورسز اللي ممكن تتوفر في اي دولة او مدينة مش مش بشارط انك تشتغل بها كلها انت بتشتغل بالموارد المتوفرة عندك سواء انت عندك مثلا ديزل فيول عندك ناشرال جاز عندك هايدروجين فيول عندك سولر يونيت عندك ويند تيربين عندك هيت ديماند عندك كولينج ديماند تبدأ انت تشوف اي تابس اللي محتاجها او موجودة عندك في البروجيكت تبدأ تدخل لها الانتري داتا الخاصة بها زي ما انتشايفين هنا برضو في الفلو تشارت انت عندك هنا الكي من تحت فيه اللي هو الاسهم دي بتبريبريزنت اي عندك هنا فيه الالكتريستي الهيتنج الهيتنج الستوريج الهايدروجين كل دي مصادر طاقة في بقى يبقى عندك برضو على اليمين اللي هو الديماند سواء كان عندك الاكتريستي ديماند او هيتنج ديماند او كولينج ديماند بيبدأ برضو بتغطيه بمصادر الطاقة اللي موجودة سواء عندك محطات طاقة كومباين عندك محطات رينيوبل كل ده بتبدأ تفعل الحاجات اللي موجودة عندك في البلد او المدينة اللي انت شغال عليها وهنعرف ده قدام ان شاء الله فيه نقطة كمان مهمة عندنا في الستنج انت بتقدر تدخل اللي هو اليونت بتاعة الكابست اللي انت شغال بيها وكذلك بتبدأ تحدد العملة اللي انت هتشتغل بيها سواء اليورو او ممكن تختار الدولار او تشتغل بالجنين المصري فتبدأ تحدد الحاجات دي قبل ما تبتدي شغل في المشروع بعد كده هنبدأ نتكلم بشكل مفصل عن البرنامج من جوه هو البرنامج بعد ما بتنزله بيكون ده الشكل الفايل اللي موجودة فيه الفايل بتاع البرنامج اللي بتفتحه فايل الداة وفايل الديستربيوشن وفايل الكوست بتبدأ الفايلات دي اللي انت بتحوش فيها الداة اللي انت بتعمل لها لود جوه البرنامج فايل الداة ده بيبقى فيه اسم الفايلات بتاعت البرنامج ذات نفسه في عندك برضو فايل الديستربيوشن ده بيبقى موجود فيه اللي هو الديستربيوشن داتا سواء بتاعت الويند السولار الديموند الترانسيبورتيشن اي فايل داتا انت بتقدر تعمله لود جوه البرنامج فيه كذلك برضو فولدر الكوست ده بيبقى فيه اللودد داتا بتاعت الكوست اللي انت تقدر تعمل لها لود جوه البرنامج او انت حتى بعد ما تحط الداة منوال جوه البرنامج تقدر تسايفها فيه اشتركوا في القناة